لنقاش هذا الملف يحضروا معنا في ستوديو رفدين الدكتور عبد الحميد العاني الناتق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين أهلا بكم دكتور أهلا مرحبا دكتور ما الذي أرادته هيئة علماء المسلمين بالضبط من رسالتها المفتوحة التي وجهتها لشباب ثورة تشرين بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم وجميع المشاهدين الكرام وأحيي الشباب الثائر المنتفض الصابر في ساحات التظاهر جميعا ولا سيما في ساحة التحرير في بغداد حقيقة هذه الرسالة جاءت لأدة أمور بداية هي للقول لنقول لهؤلاء الشباب أننا معكم قلبا وقالبا وأن هذه الشعارات التي رفعتموها اليوم هي تعبر عن وجهة نظر الهيئة هي ذات الخطاب الذي رفعته الهيئة والقوى المناهضة للاحتلال منذ الأيام الأولى لقيامها عقب الاحتلال ومع كل مرحلة من مراحل الاحتلال اللاحقة وأيضا لنقول لهؤلاء الشباب أننا حينما نقول نؤيدكم أنه أيضا نسعى إلى تثبيت هؤلاء الشباب وتثبيتهم على هذه الدعوات على هذه المطالب التي رفعوها على هذه الشعارات وأيضا ندعو كذلك جميع ابناء الشعب العراقي إلى أنه يتلاحم حول أؤلاء الشباب حول هذه الثورة حتى يصلوا جميعا إلى الأمل المنشود إلى إنقاذ العراق من الحالة التي وصل إليها وقد وصلت إلى حالات جدا مأساوية لم يعد الشعب العراقي قادر على تحملها وهذا يتحون الاستوال التالي حول ما اعتبرته الهيئة مرور العراق بمنعطف خطير في تأريخه المعاصر لماذا تعتقدون ذلك؟ المنعطف هنا من جانبين من جانب الأول اللي هو العملية السياسية التي وصلت إلى أدنى درجات المأساوية والفساد وهذا واضح جدا للعيان وحتى هم أعضاء أو أعضاء هذه العملية السياسية أعضاء هذه الحكومة أو الأحزاب المتنافسة والمتشاكسة فيما بينها هم اعترفوا بأنه قد وصلوا إلى حالة دنيا جدا من الفساد ومن المآسي ولا غيرها ثانيا شباب الثورة اليوم حينما ظهروا وخرجوا بهذه الجموع وهذه الأعداد وهذه السقف العالي من المطالب وهذا التلاحم وغيره فإنهم اليوم يمرون بمرحلة خطيرة لا يمكن التراجع عنها ولسيما نحن نرى اليوم هذا المنعطف الخطير أن هذه الحكومات التي جربت في كل مرحلة سابقة تواجه إرادة الشعب العراقي تواجده بالحديد والنار نراها اليوم أيضا ليس أمامها إلا هذا الخيار هي تقول يعني تصرح بها هذا لأنه لا يوجد على أرض الواقع اليوم أي بوادر للاستجابة ولو جزئيا لمطالب هؤلاء الشباب ومطالب الشعب التي هي أدنى الحقوق بالمناسبة لذا هذه نرى أو يقرأ منها أن هذه الحكومة اليوم أجهزة الأمنية ليس أمامها إلا أنها تريد أن تلجأ إلى الخيار الأمني وقد لجأت إليه من الأيام الأولى لكنها هي ستسعى إلى أن يكون هذا هو الخيار الوحيد ولذا هذا نقصد به المنعطف الخطير ولا بد على الجميع أن يمنع هذه الكارثة وهذه المجزرة الكبرى دكتور ركزت الرسالة على نبرة تفاؤلية عن الأمل عن أبواب التحرير التي ستفتح قريبا ما مدى أهمية هذا الدعم النفسي للشباب المتظاهر والذي يقابل الرصاص الحي بصدور عارية؟ يعني حقيقة هو الأمل جاء من فعلا موقفهم موقف هؤلاء الشباب وعدم والاته بالموت وتصديه لهذه الآلة آلة القمعية بصدور عارية وبسلمية فعلا إلى الآن لم تستطع هذه الأجهزة الأمنية استفزاز هؤلاء الشباب كل هذا يدفعنا جميعا إلى هذا التفاؤل وهذا الأمل ثانيا كما قلت قبل قليل هناك السقف العالي من المطالب الذي وضع هؤلاء الشباب أيديهم على الجرح وتشخيصهم للمأساة هنا هو بداية الأمل وأنه دليل على أن هذا الوعي لدى الشباب لدى العراقيين قد وصل إلى درجة كبيرة هي بداية الطريق وبداية الحال ثانيا نحن نرى ونقرأ في هذه المظاهرة وهي بالمناسبة ليس جديدة هي امتداد لكل حالات الرفض السابق لكنها تتراكم وتتنامى وتتصاعد هذا اليوم وصلت هذه التظاهرات إلى درجة كبيرة وهي أنها امتدت أفقيا وانتشرت في مساحات جغرافية كبيرة ثانيا هي في بغداد وهذه لها رمزية كبيرة ثالثا شريحة الشباب ونوعية هؤلاء المتظاهرين وتلاحم القوى وتلاحم أبناء الشعب العراقي معهم بدون تمييز بدون طائفية بدون أن يكون هناك لون وإن كان حاول البعض أن يجعلها ذات لون معين لكنها حقيقة لا تزال وطنية ووطنية واضحة للعيان تلاحم الجميع قوميات أديان مذاهب الشباب هم الأساس لكن هناك أيضا شرائح أخرى تتلاحم معهم هذا التلاحم هو الذي يدفعنا إلى مثل هذا الأمل بالتغيير القريب إن شاء الله دكتور ثمت من يحرص وخاصة في قوى السلطة بأن هذه الثورة ثورة تشرين إن حصلت مطالبهم أو تلحص مطالبهم حتى الآن في استقالة الحكومة بينما جاء في رسالة الهيئة اليوم أن هؤلاء الثوار خرجوا لاقتلاع عن نظام السياسي الموجود وهو النظام المحاصصي الطائفي الذي أودى بالعراق إلى مواصلة إليه البلاد طيلة السنوات الماضية يعني بالحقيقة هناك كثير من التشويش على هذه التظاهرات هناك كثير من التآمر عليها يعني وحاولت بعض أحزاب السلطة أيضا إدخال عناصرها كما حاولت وحاولت إيران من خلال المجيء تيان بمختدى الصدر ومحاولة دس بعض العناصر دخلوا بعض العناصر المتسوسين من الميليشيات أو الحشد وغيرها وجزء من ذلك أيضا بعض الأطراف الأخرى التي تريد أن تركب الموجة وغيرها هذا أيضا جزء من هذا التشويش وهذا التآمر على هذه الثورة وهؤلاء الشباب من خلال ربما تحييد بعض المطالب أو خفض سقفها وغير ذلك ومنه هذه أحيانا أيضا نسمع بعض المطالب الأخرى أو محاولة جعلها تظاهرات مطلبية وغيرها لكن حقيقة نحن سمعنا منذ اليوم الأول أن هناك سقفا عاليا لهذه المطالب وهو تشخيص السبب الذي أدى بالعراقيين أدى بهذه المآسر العراقية جميعا وهو هذه العملية السياسية بإطارها القانوني السياسي غيرها لعلا ليست في بعض الأشخاص لعلا بالأساس كله بقواعد هذه العملية السياسية فحينما تقتلع هذه العملية بالتأكيد سيبنى عملية سياسية وطنية جديدة بعيدا عن كل هذه الأسباب التي أوصلت العراق والعراقيين إلى هذه المآسر دكتور ارتفاع سقف المطالب قابله ارتباك لدى السلطة وهذا ما ذكرتموه أيضا في الرسالة المفتوحة كيف تفسرون هذا الارتباك لدى الحكومة في تعاملها مع متظاهرين سلميين قابلتهم بالقمع والرصاص يعني بالتأكيد لا بد بالبداية أولا أن نضع في أذهاننا أن التركيبة لهذه العملية الحكومة الحالية العملية السياسية هي اتفقوا على مصالح مادية وشخصية وحزبية أولا وليس هناك تجانس بينهم تجانس سياسي حقيقي ثانيا ارتباط هؤلاء جميعا بالإدرادة الخارجية ولا سيما الإرادة الإيرانية وبعض منهم الإرادة الأمريكية وإن كان الإرادتين متخادمة في بعض الملفات لكن هناك شيء من التشاكس هذا يجعله هناك تظهر عند الفتن عند المحن تظهر هذه المشاكل تظهر هذه الاختلافات فيما بينهم اليوم هم في مأزخ خطير جدا لا يستطيعون أن يجدوا حلا حقيقيا وليس لديهم أدوات لإيجاد أي حل أو للخروج من هذه المعضلة التي وصلوا إليها وقد كانوا من قبل يبنون الآمال على الدعم الخارجي على الحماية الخارجية على الرعاية الأمريكية الإيرانية مع بعض لكن اليوم القوة الحقيقية هي قوة الشعب وهذه هي أكبر رسالة أوصلها شباب هذه الساحات أن الإرادة الحقيقية إرادة الشعب ولذا نخاطب من هنا من هذا المنبر من الرافدين نخاطب الجميع على أنه لا تلتفت إلى أي خطابات للتخذيل أو التخويف أو غيرها الكلمة الأولى والأخيرة للشعب وعليه أن يبقى يمضي في هذا الطريق ويصر عليه ولا يلتفت إلى الحلول الترقيعية أو التخديرية أو غيرها حينئذ سيتحقق للجميع إن شاء الله ما يرضو إليه ويحلم به جميع العراقين إن شاء الله شكراً دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين كنت معنا في الأستوديو ترجمة نانسي قنقر